موسيقى كلنا نتابع ما يحدث في قطاع غزة حقيقة ما يجري مؤلم وهي حرب إبادة كاملة الأركان لا جدل في ذلك وما يحدث مؤسف ومؤلم وموجع ومفجع ما نشاهده من بكاء الناس وأطفال يتمنوا الآن تكون عنده خيمة تكون تقيه من المطر ما فوق الأرض دمر غزة لم تعد صالحة للحياة للأسف الشديد كل ذلك حدث ما بعد السابع من أكتوبر السابع من أكتوبر الذي سوق له المعنيون بالأمر بأنها ملحمة خلاص صراحة تحرر القدس الآن ما عاد يحكو على القدس الآن منذ السابع من أكتوبر والقدس يحدث فيه البلاء والحصار والمنع من الصلاة والله أعلم ماذا يصر وش يصر الداخل والناس كل مشغولة بما يحدث في قطاع غزة دائما أجدد من حيث المبدأ لا يمكن أنه نتهجم على الشعب محتمل أو أنه يقاوم لكن المقاومة يا جماعة مش كل واحد يركب رأسه يدير تنظيمه يروح يقاوم يدمر القضية ويقول لك مقاومة حتى المقاومة تحتاج الشرعية الشعبية تحتاج الإجماع الشعبي مش السلطة في واد حماس في واد الانفصائل كل واحدة في واد وجي تقول لي رأني نقاوم تنوذ حماس تعمل ما تريد ارتباطا بإيران أخلاص يجب أن نقدسها لا يا جماعة في حملات بشعة علي أنا شخصية متصهين واحد القائمة شفتها جميعا دارها واحد يقيم في تركيا يقول رأني نخدم مع عزمي بشارة وأونان جد مدام عزمي بشارة ساكت على ما يحدث أي مقروه يحدث لنا الناس اللي يذكروا في القائمة قد يمشي واحد يلتقى مع واحد متطرف متعاطف مع قضية فلسطين يشوف فيه صهيون يضرب بموس أنا شخصيا أي مقروه يحدث لي مدام عزمي بشارة لم يتكلم بأنه باريء من هذا القائمة هو الذي يتحمل لمسؤوله يعني أنا ما أتصارع مع واحد تافة ما عنده حتى شيء إلا حساب في محطة اكس تويتر سابقا روح ندخل معه في حكايات هذه لا يعنيني شيء المهم وصل التخويل الصهيانة يعني بالله عليكم يجب شيء ناضت حماس دارة مغامرة ما شاورت فيها لا دول ولا أي شيء نسقت مع إيران فقط ارتدت عليها بحرب عندما ننتقدها قلت له ما هو وقته وقت الحرب ولما يطلع قيادات حماس يشيدون بإيران وإيران تقتل السوريين تقتل العراقيين لا هنا رأهم عندهم الحق جماعة حماس ما هي إلا تنظيم كوسيلة عملوا أصحابه قالوا من أجل تحرير فلسطين عندما يصيب نقول لهم شكرا وعندما يخطأ نعريهم هذا هو المنطق أما أن نجاملهم لو هم سكتوا بعد السابع من أكتوبر وتفرغوا إلا للحرب انتعب لا ذكروا إيران ولا سبحوا بحمد خميناي ولا طبلوا للحوثي ولا زمروا لحسن زميرة نصر الله هنا ممكن عندهم الحق يقولك نحن في حرب لكن هم اللي يطلعوا ويشكروا والسنوار منذ أن خرج من السجن وهو يطبل ويزمر حتى صار يسمي ميليشيات شباحة الأسد جنب إذا جاء وعد الآخرة ليسوجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا لم نغضب ولم نخاصم ونحن نبني قوة المقاومة في غزة لتصل إلى ما وصلت إليه بفضل الله ثم بدعم إيران وإسنادها ماليا ولوجستيا وفنيا ونحن نراكم لبناء محور القدس لبناء محور القدس فنتصالح مع سوريا الأسد التي تمثل أحد ساحات الحجب والارتكاز وجند بالشام ولنطور علاقتنا مع حزب الله الذي يمثل الشطر الأهم من جند الشام ولا يزال يلزمنا جهد كبير في تطوير ساحة جند باليمن وساحة جند بالعراق ونحب هنا أن نطمئن أمتنا أننا وإخواننا في محور القدس وبعد أن تخلت غالبية الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية عن واجبها في الدفاع عن القدس والأقصى قد قطعنا شوطا كبيرا على طريق جهوزية محور القدس لوعد الآخرة القريب بإذن الله ويقولون متهو قل عسى أن يكون قريبها قل عسى أن يكون قريبا حينها سيكون الطوفان الهادر صواريخ دون عدد وجنود دون حد وملايين أمتنا مدا بعد مد تخيلوا يعني أنت تجي الآن تسبح بحمد إيران السوري الذي تقتله إيران وقتلت له عائلته وأبدت له أهله كيف شرح ينظر ليك؟ لا شكرا إيران قتلت لي أهلي لكن رحت دافعتي عن الفلسطينيين يعني هذوك أهل هذوك فيران وقتط مع احترامي ليهم طبعا ما هوش هكذا يا ناس افهموا نقد حماس ليس معناه أنه عمالة لإسرائيل موسيقى 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 موسيقى